في الحقيقة كل متأمل في الخريطة السكانية والعمرانية لمصر هيلاقي أن فيه تجربة التجربة دي هي تجربة مهمة جدا حصلت في الكام سنة اللي فاته وهي المدن الجديدة وبتحديد مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية اللي نجحت فيه تغيير خريطة العمران في مصر وكمان مضاعفة المساحات العمرانية المأهولة بالسكان بالإضافة لتخفيف التكدسات في الوادي والدلدة بالتأكيد أبرز المدن دي هي مدينة العالمين الجديدة مدينة المنصورة الجديدة شرق برسعيد مدينة الجلالة والاسماعيلية الجديدة وكمان بنتكلم عن مدن موجودة في الصعيد زي مدينة ناصر غرب أسيوت وغرب إينا ومدينة شرق ملوي والفشن الجديدة حدث ولا حرج وفي الحالة وقعدنا نعد المدن الجديدة المعمولة مدن جديدة كتيرة جدا موجودة قدرت فعلا تغير وجه مصر الحضاري وتقدر تجذب لها العديد من السكان طبعا ده من خلال طبعا هندساتها الخاصة والتخطيط السليم لها والعلمي أعتقد أن التجربة المصرية نجحت مش بس من خلال تخطيط علمي ومدروس لكن أيضا المواقع الاستراتيجية اللي تم اختيارها لهذه المدن الجديدة اللي بتقع على محاور كتيرة جدا للتنمية وشبكة طرق كبيرة على أهل مستوى من توافق للمعايير الدولية ده طبعا بجانب ارتباطها بالمشروعات الكبرى اللي بتعمل عليها الدولة المصرية ومن المفترض أنها بيكون فيها مش بس مناطق سكنية لكن بكمان بتمثل مركز لريادة الأعمال وجذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطن المصر يمكن يا هبة لو بصينا الآخر إحصائية للأمم المتحدة إحصائية سكانية تحديدا اللي هم توقعوا أن عدد السكان في مصر يرتفع من 100 مليون مواطن ل160 مليون مواطن ده كمان في الفترة لحد 2050 تحديدا أعتقد يعني تضعف كبير جدا في عدد السكان وفي ظل يعني عدم خروج المواطنين استعابل المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع بالضبط وفكرة اللي احنا قعدنا سنين وسنوات وسنوات عايشين على مساحة صغيرة أوي من الوادي والدلتة فكان استحالة يعني هذا التكدس الكبير جدا من السكان تستوعبه الفترة الحالية أو المساحة المعهولة بالسكان وفي نفس الوقت إذا كانت استوعبته هنلاقي العشوائية وعدم التقطيل وأيضا تأثير على النمو الاقتصادي في نصيب الفرض فبالتالي كان فيها أهمية كبيرة جدا للمدن الزكية أو مدن الجيل الرابع لأنها بتخلق مراكز حضرية جديدة وبتعتبر مناطق جذب هذه المناطق هي مناطق مستحتفى خارج نطاق المدن القائمة علشان كده كان المخطط أن هي تستوعب 30 مليون نسمة 30 مليون نسمة هيسهمه بكل تأكيد في إعادة توزيع السكان بخلاف توفير فرص عمل أو للعديد من الشباب علشان يقدر لهو يحقق نوع من أنواع التكامل والنمو الاقتصادي وفقاً له استراتيجية قومية بتهدف له إحداث التنمية الشاملة هو توسع بشكل عرضي أكيد وبيستوعب العديد من الأنشطة المختلفة عشان كده اتسمت بمدن الجيل الرابع من خلال التكنولوجيا الحديثة التقطيط السليم والمدروس النهاردة هيكون عندنا بالطبع في صباح الخير يا مصر عن تغير الخريطة العقارية والعمرانية في مصر في السنوات الأخيرة وإزاي مدن الجيل الرابع كانت مدن لها الريادة وقاطرة للتنمية العمرانية بنصبح على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر وعلى كل المصر